اشتركوا في القناة خابر بنائه لمدرسة بتوفر حق التعليم للأطفال اللاجئين في لبنان وهو اسمه محمد الجندي عمره 16 سنة فقط قرر إنشاء مدرسة في مخيم البقاع للاجئين على أساس أنه يلتحق فيها الأطفال أو أطفال اللاجئين الموجودين هناك واليوم المدرسة عم تحضن أكتر من 200 طالب وعم بعلم فيها مواد أساسية مثل الإنجليزي والرياضيات وكمان التصوير الفوتوغرافي بداية يعني محمد لحاله هيك فكر أنه يجيب أرايبو ومتطوعين وحكى لهم أن شرعيكم الدرسوا معي بهاي المدرسة للأطفال الموجودين بأنه هم مبدئين عم بفتقلوا لحقوقهم الأساسية منها حق التعليم وشوي شوي 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 بلش معلمين محترفين عم بيضموا لهاي المدرسة وعم بيساهموا بخدماتهم ليساعدوا بأطفال اللاجئين سوريين الموجودين في مخيم البقاع طبعا هاي الجائزة هي جائزة دولية ومعروفة على مستوى العالم ومن الناس اللي فازوا فيها قبل هي ملالة أكيد كلها منعرف ملالة وأكيد المعاناة اللي مرت فيها من أجل حقوق التعليم وحقوق المرأة في بلادها مقابل أكيد اللي هو قوات طالبان اللي كانت عم تمنع التعليم للفتيات بالتحديد طبعا شو شعوره كان الجندي لما استلم الجائزة شعرته باستعادة لأنني لم أكن مجرد مدرس بل صديق وأصبحنا أسرة نحن أقوى معاً وأكيد من المهم جداً منح أولاء الأطفال تعليماً وإلا فإنهم قد يصبحون جيلاً مفقوداً حلو في الموضوع أنه شاف مشكلة وقرر إليها حل وبلش بهذا الحكولات من عمر صغير يعني عمره بالنسبة له ما شافوا أنه مانع أو يوقفوا أنه يعمل هذا الإنجاز الكثير كبير وكثير خرافي يمكن دول الحكومات عاجزة لأنهم تعملوا فصراحة خرافي من أرواح الأشياء أنه من صلب المعاناة بتخرج أكثر الفكر فيها إنارة للمشتمع يعني هذا الشاب مثال أي شاب ممكن يحتذي فيه لقدام بغض النظر على المعاناة اللي بعاني ميها بإمكانه لسيطور المجتمع وبلد اشتركوا في القناة